دي نقطة. نقطة تتعلق بفريلا. فريلا مدرب بينكم زي كده ممكن تقول مدرب ازمة. مدرب لم الدنيا. هو ما اخترعش كرة. ما عملش حاجة اه فنية اه اه خطيرة ما تعملتش في الكرة قبل كده. هو بس قدر يلعب على ظروف الفريق. لا يصنع مبررات او لا يتحدث عن مبررات. سهل جدا انا لو ما كان فريلا اول ما هيجي هقول انا جمالة القوام ده مستحالية سابطول احنا هنجائز للموسم اللي جاي ده واحد. اتنين هيقولك ان في ضغط المباريات. برضو الزمالك عنده بعض ضغط المباريات في الفتر الاخير كل ثلاث ياماتش. وتكلم عنها على فكرة فريلا ببارها. رابع حاجة. يتكلم عن الحكام. اسهل حاجة بتتقال. يعني بسرعة جدا اول حاجة اقولها انه احنا بنخسر عشان الحكام او انا عندي ظروف صعبا ان الحكام معشين. بالعكس. ده راجل تلع ساند الحكام المصريين وقال ان هم حكام كويسين. ازاي فريلا قدر يتعامل مع كل الاوضاع دي بنجاح تام. فريلا لما جاي انا بقول ان هو محظوظ ان هو عنده رصيد قبل كده. فعنده ارض صلبة بيقف عليها. حققه بالدوري. جماعة الدوري وكاس. في اول موسم كان موجوتي في الفين واربعتاشر. مدرب عنده رصيد كبير مع الجماهير ومع الادارة ومع اللعيبة حتى. فجاي هو جاي نجم. اللعيبة اللي موجودة في الزمالك بتبصله نظرة النجم. صح. عارفينه. حتى اللي ما لعبش معاه عارف مين هو فريلا. مش لسه هيتعرفوا عليه. مش لسه هيعرفوه. هو كمان عارف ظروف النادي ايه. عارف طبيعة النادي ايه. عارف الجمهور كمان ايه. حتى العزف على وطر الجمهور او العاطفة. احنا شعب عاطفي. فبمجرد ما بتديني كلمة انه انا عايزكم معايا. انا جاي علشانكم. انا بحبكم. انا انا انا. هو عنده يعني حاجات واقعية. انه كان فيه عروض لي من مصر وهو رفض ده. وقيل انه رفض ده بسبب نادي الزمالك. فاذا هو عنده رصيد من الحب عند الجمهور وعند اللعيبة وعند الادارة كمان. اللي فرق كمان المرة دي انه انا شايف انه فيه هدوء اكثر من المرة الاولى كمان. يعني فيه تحوير انه خلاص الاستاذ امير مرتضى هو اللي بيتعامل مع فريرة. فهو مفيش حد بيتدخل غيره. ففيه هدوء داخل الفريق. بفاصل عن الادارة. بالزبط. كمان ادر انه هو يطلع الجواهر اللي موجودة في قطاع الناشئين. بنتكلم عن يوسف اسامة نبيه. بنتكلم عن سيف فاروق جعفر. سيد عبدالنمار. اسامة عبد المجيد. اكتر من لاعب. حتى توقعي ان محمد نديم كمان حارس المرمى لو اتيحت لي الفرصة. طبعا يعني ربنا يدي السلامة العواد. لكن في اي مباراة ودية او حتى مباريات اخرى. هنلاقي برضو حارس مرمى مميز. فده دليل انك انت برضو عينك على المتاح عندك. ما فيش ما فيه ازمة في التعاقدات وفيه ازمة في القوام الفريق بعد ابو جبل وبعد طريق حامد وبعدين دلوقتي بنشرقي. لكن انت عندك حلول دايما. ما بحسهوش انه عايز يصدر ازمة. لا. هو مدرب دايما واقف على الخطة. بيديك ثقة. بيدي اللعيبة ثقة. بيدي حلول على طول. عنده السيناريوهات مختلفة للمباراة. مش بس في التشكيل. مش بس في اللعيبة. لا. في سيناريو المباراة نفسه. فالثقة اللي عند فريرا. وصلت للعيبة. صدقوا نفسهم. ان هما ممكن يعملوا حاجة. وتبقى حاجة اعجازية. وده اللي حاصل فعلا لغاية دلوقتي. انه نهاية الدوري. وكسب. هو مش محتاج حاجة دلوقتي. الاول كان بيبص لمباريات الاهلي. المؤجلة. دلوقتي خلاص. هو يكسب مبارياته. ويتوج باللقب. فبالنسبة لي. ده لو حصل. فريرا عمل موسم تاريخي. عمل انجاز تاريخي. كمان كسب كاس مصر. ورايح على الدوري. فده طبعا مدرب. بكل المقييس. زي ما انا قلت عليه. هو صاحب السعادة لجمهور الزمانية. عظيم جدا.